السلام عليكم ورحمة الله كيف دايرين لبس عليكم تنتمنى تكونوا بخير على خير وكنتمنى احوالكم تكون مزيانة وعدكم غادي نحضر لكم بلغات بزن جلال اللي كيجي ولدها دين وبساطا كذلك تقدروا توجدوهم باقي معكم الحال لانه مساهلين وكيوجدو في ساعة غادي ندود ونشوفوا الطريقة والمكونات بالنسبة للمكونات هنا يا عندي عندي واحد زلافة دي الفورس يعني نسكيلو دي الفورس تقدروا تديرو حتى كيلو تديرو جو زلايف ولكن كتضعف المقادر عندي كذلك زلافة دي الزنجلان حتى هو كنسكيلو اللي كنناخدوه كنغسله وكنشمشوه حتى كنشف مزيان وكننقيه وكنخليه جانبا ما كنحمروش كذلك عندي واحد المعلقة دي الكاكاو المر عندي معلقة دي النافع ما بين نافع وحبة حلاوة وكذلك عندي واحد شوية دي الخرقوم تقدروا تديروش الزعفران حتى هو زغبة حتى هو كيجي زوي ونحسن من من الخرقوم أنا ممتوفرش عندي بدرت هذك درت هذك الخرقوم البلدي وكذلك عندي واحد بيضاء عندي واحد شوية الملحة وعندي واحد شاصية خمارتاية غادي نضيفها عندي واحد نسكاس دي الزيت ممكن تخلطوه بالزبدة او لممكن تخلطوه بتا شوية بالزيت البلدية كيجيتا هو مدق زوي ونبيها أنا فضلت أنني نضيف الزيت الرومية العادية من بعد كن خلطوه كل مكونات كاملين يعني المكونات الناشفة كاملة مزيان باش تدخل مع بعدياتها كذلك عندي واحد عندي واحد نسكاس دي الزيت المزهر وقع عندي واحد المعلقة كبيرة دي الخل اللي كيعطي واحد للتو كيعطي واحد لها شاشة رح نكن عرفو يعني الخل كيعطي واحد لها شاشة زوينا في في المعسالات او في اي حاجة درنها لا في الكيك ولا في اي حاجة غادي نخلط هذوك المكونات كاملين بالنسبة لهنا التخلط غادي نخلط غير بشوية غندي في المات تدريجيا يعني غير بشوية بشوية ما نزعمش باش تخصها تبقى قاسحة شوية شدة في راسها ما تكونش خفيفة في حالة ما ناجتكم يعني خفيفة او لجريتوها زيدوها واحد شوية دي الضقيق صافي وكديكم مزيانة تبقى تزيدو حتى تحصلو على واحد العجين اللي تكون ماسكا في نفس الوقت رطبة صافي انا هنا غادي نخلط العجين ديالي كيف ما شفتو ذا كل مالقة دي الكاكاو اللي كتبقى اختيارية تقدرو تديرو وتقدرو تحيدوها لكن هي كتعطي واحد اللون محمر وكتعطي واحد اللون زويون فيها بثاف حتى لباش ما تقصحش لكم العجين يعني كتغي كيبال لكم راه تحمر كيف ما شفتو انا غادي نزيد هاديك واحد شوية ديال الخميرات الحلوة بالنسبة لهاد المعسلات تقدرو ان هاد البليغات عفوان انكم تقدرو تخليوهم تعجنو العجين وتشكلوهم وتخليهم حتى اللي غدلي عاد يعني تقليوهم وديروهم في الزيت وفي العسل كيبقى كيسهل عليكم بزاف ديال الطرق غادي انا يا هنا يا غادي نندلكها مزيان يعني راه بحالها بحالي كتخدمي الشبكي يخصها تكون شوية قاسح وفي نفس الوقت رطبة سفي غادي نغطيها بوحة البلاستيك ونخليها واحد شوية ترتاح ماشي بزاف وغادي ندوز نقسمها على جوج وغادي نديرو حدا في البلاستيك ووحدا اللي غادي نستعمل غادي نطلقها بتدلك هنا لازم تخليو العجينة مغطية كل ما خليتواها بش ما تنسفش ليكم بالنسبة من غادي نشكلوها في ذيك اللحظة ممكن نخليوها ان احنا وخطبقها عريانة ماشي مشكلة لانها غادي تفم زيان كل ما يبسط لنا ذيك الساعة خدت الشكل اللي احنا بغينا غادي نقدها على شكل كويرا هنا يا وغادي نساعد بشوية ديال الطقيق تقدرو تديرو بلاستيكة جوج يعني وحدا فوق وحدا وتخلط وتبقيت تلقي لما بغيتش بغيتي تدير الدقيق بحالي درتاني تسهلي على راس كل العمل تقدري تديري بها الطريقة هذي سافي غادي نطلق العجين ديالي ما تكون ما تكون صغير حفوان ما تكون كبيرة ما تكون صغيرة يعني كل الحسمك ديالها متوسط اولا على حسب انتي اللي بغيتي لادرتيها رائع وخاديك الخمار الخل غادي خلاط نتافخ شوية آآ غادي نطلقها على شكل هذا كيف ما شفتهم بالدلاك وغادي نتافهي لتكون شوية قاسحة معكم خسكم تساعدوها ودروا معها الخاطر باش تخدم لكم مزيلا سافي غادي نقلب عو تاني الي كنتجي وندير الدقيق ما نكترش بزاف غير شوية لقدرتوا بلاستيكات آآ اه تهي كتجي طريقة مزيانة انا فضلتها الطريقة اسهال يعني باش ما نتعدفش مع البلاستيكة وصافي ما نكترش طحين بزاف مجمي جوشني مدقصين سافي غادي نطلق العجين ديالي متساوية على قد قد يعني بسمك واحد ما يكون شي طقي شي كبير وشي غليض اللي يكون امتقها الدين انا كتقطعتهم بالمرشم وشوية عود تقطعتهم المترجم الى القطعة شبكية كما شرحت اخذ كل مربع صغير و نريد تشكل هذه الاشتراك ننظر الاصبع الكبير الوسط و من بعد وسط المربع و من بعد نزود أطرافهم و نضغطو عليهم بالنسبة للقليع يجب ان تقليل اي ماء السلاء او لاي حاجة كنديرو هنا ربضيت واحد القلية كنديرو الزيت حتى تصخل مزيان ومبعد كان نقص العافية وكان ناخدو دوك شبكي يديونا انا خليتها حتى الله غدليه عد يعني ان شفتليه مزيان كل من شفتليك تتجيك اسهل وكتجي وكتعطي واحد تقرميشة واحد رطو بيزوينة بساف خليتها حتى الله غدليه عدم تصبح قليتها خليتها الزيت تصخل مزيان ومبعد كتبقيت حطي وحدة على واحدة ما تحركيش حتى يغلع عليها الزيت مزيان وعد حركيها بالمعلقة او لا بالفرشيط او لاي حاجة عندك صافي بحال هكيا غادي نحرك انا دية الطريقة اللي كتعجبني باش ما كي نحرك غير المقلة واحد شوية صافي ونخليهم يتحمروا لي مزيان مع ذاك الكاكاو كيعطيه واحد اللون كحل زوين مورز كيعطي واحد اللون زوين بزاف صافي غنبقى نضيفهم هكا شوية غادي نصفيهم مزيان من الزيت ديما نقول لكم العسل ما نخليه شي تقاس بالزيت كنضيفهم على العسل اللي كيكون تقيل بعد ما كتحطوا عليهم يعني كتحطوا عليه المسالة راه الزيت العسل كي يولي خفيف بزاف كيف ما شفتوا هنا مع درة القلية الاولى كانت تخونة رخات لي يا ذاك العسل كنخليها واحد شوية حتى يشرب ذاك العسل مزيان وعد كان بدا نخلط نبقى نهز من الفوق اللي تحت ما تخافوش منهم راه ما كيتكسروش يعني ما كيتهرسوش بالعكس يكونوا شادا راسهم وكيجيوا لدادين بزاف وكيجي فيهم ذاك الجنجلان صراحة كيجي كيهكا ماداق ديالو كانت مننا انا وصفة اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وهذا هم البلغة ديالونا كيجيوا محمرين مع ذاك الكاكا واللي درنا كيجي لديد وزوقتهم واحد شوية بحد اللوز ديال اللوز مقلي كان عندي ضفت حبيبات بحلاكايا كيبقى اختيار يدزين كيجي ولدادين تقدروا تخليهم بلاهكاك مزيان وكيجي ولدادين ونزوقوهم باش مبغينا كذلك احسن خليهم بحلاكك كيجي واحد الماداق وواحد تدفيهم لكيجي روعة كانت مننا الناد الفيديو نالاعجاب ديالكم الى اللقاء الى فيديو قليل